اذا مشاهدين كما قلت منذ قليل تحيي الجزائر اليوم الذكرى المزدوجة لهجومات العشرين من اوض خمسة وخمسين تسعمائة والف وكذلك ذكرى مؤتمر الصومة من عام الف وتسعمائة وستة وخمسين المؤتمر الذي عقد بمنطقة افري اوزلاجن وذلك بحضور جل قادة ثورة التحرير هذا المؤتمر الذي اكد رسوخ الثورة الجزائرية على نهج الكفاح حول هذا الموضوع حول اهمية هذه المحطات الحافلة المحطات المهمة في تاريخ الجزائر اهمية استحضارها اليوم وهي المحطات التي كرست ولطالما كانت مرجعا لتجسيد وحدة الوطن حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف فالاستاذ محمد الحسن زغيدي المؤرخ واستاذ التاريخ بجامعة الجزائر اهلا بك استاذ وجمعتك مباركة اهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة الشروق وجمعة مباركة سعيدة لكل ابناء الجزائر وان شاء الله ستنهض الجزائر منقصرة معززة مكرمة رائدة اقليميا ودوليا وجهويا كما نهضت في عشرين اوت خمسة وخمسين وكما نهضت في عشرين اوت خمسة وخمسين الحقيقة هذه الذكرى المزدوجة هي ذكرى لحدثين هامين بارزين غير مجرى التاريخ على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي فعشرين اوت خمسة وخمسين بعد ان تزينت الصحف الفرنسية وتغردت الاحزاب الفرنسية والادارة الفرنسية بان الثورة الجزائرية انتهت وان لا احداث هناك تذكر في هذه الربوع يأتي زغو جوسف ويفاجئ الكل بهذه الهجومات التي شملت كامل المنطقة الشمال القسنطيني وبرهنت على ان الثورة شعبية بكل امتياز لان هذه الهجومات اسندت عملية الهجوم للمشاركة الشعبية من قطعة النظير فمن الطفل والبنت الذين عمرهما 14 سنة الى الشيخ الكبير والعجوز الذي يبلغ 80 سنة فبينت ان المجتمع الجزائري كله وراء ثورته وكانت هذه الهجومات التي كانت في يوم السبت 120 اوض كذلك ايضا ان هذه الهجومات وان جاءت استجابة لطلب منطقة الوراس بقيادة الشهيد شهاني بشير الذي طلب من المنطقة الثانية الشمال القسنطيني ضرورة التحرك من اجل تخفيف الضغط لان منطقة الوراس تحملت عبء الثورة منذ فاتح نوفمبر وكما تم التعهد عليه باجتماع اعضاء الستة على ان يتحمل الوراس ستة اشهر كاملة لتسمح لبقية المناطق الاربعة من اجل ان تغتنم السلاح وتقوم بالعمليات الا ان الوقت طال والضغط زاد ولهذا جعل قيادة الوراس تلجأ الى اخوانها في المناطق الاخرى وفي مقدمتهم المنطقة الثانية حيث القائد زيغود يوسف الذي بدأ يخطب لمدة ثلاثة اشهر اشرك فيها لان زيغود يؤمن بنظرية الثورة الشعبية الشاملة فاراد ان يعمقها وان يجعلها ميدانيا ونجح بذلك ولذلك ايضا كانت الهدف الثاني هو ان الاخبار بدأت تروش في الصحافة الفرنسية منذ شهر جويليا على ان هناك احداث تتقع في الريف المغربي في منطقة واد جم بمناسبة الذكرى الثانية لخلع سلطان المغرب الشرعي محمد الخامس ولذلك تضامنا اخويا بين الجزائريين وهذه المرة لم يكن تضامنيا شعاريا او طولا بدون عمل وانما كانت تضامن بالدم ولهذا كانت هذه الهجومات مناسبة لهذا التاريخ بالذات تاريخ خلع السلطان وهنا كان في يوم 22 يوم المتنفس للمنطقتين للريف المغربي بزفع القوات الفرنسية التي جلبت من الجزائر ومن باريس لتقمع الريف المغربي اعيدت الى الجزائر وتم التخفيف على الريف المغربي والطوار المغاربة وكذلك على منطقة الوراس حيث تم زحف القوات من منطقة الوراس وهكذا تحقق الهدفين كذلك ايضا ان هجومات شمال القسطيني اعطت اكثر مما كان ينتظر منها وهي انها كانت لبنة التحرير للمغرب العربي لانها خافت فرنسا بعد ان اصبحت الضورة واقعيا في الشمال القسطيني برمته ان تمتد وفعلا امتدت الى الغرب الجزائري بعد ان غنم من السلاح وبدأت العمليات فخافت فرنسا على ان تتوحد ما بين تونس والجزائر والمغرب وتكون ضربة واحدة وينتهي الوجود الفرنسي من كامل الشمال الافريقي ولذلك بادرت وبدأت قبل دورة الامم المتحدة وشرعت تجديدا بعد دورتها في تطبيق عملية منح الاستقلال للمغرب وتونس وهكذا تكون عمليات شمال قسطيني في عشرين اوة خمسة وخمسين هي ارض الاساس في منح الاستقلال للجارتين المغربية الشقيقتين المغربية والتونسية كذلك جاءت كانت ايضا هي الاساس في ضرورة التفكير اولا بعد ان اجمعت وجمعت كل القوى الوطنية الجزائرية في الداخل والخارج السياسية والتنظيمية والجمعوية من اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين الى اتحاد العام للعمال الجزائريين الى الاتحاد العام للتجار الجزائريين وجمعت ايضا الاحرار والمركزيين وجمعية العلماء والشيوعيين وكل التنظيمات ايضا وليد ما لفرحات عباس لتنظم جميعها كافراد لا كتنظيمات في صفوف جبهة التحرير الوطني في محر سنة الخفزين ولذلك كانت عشرين اوت هي السبب الرئيسي في ضرورة اللقاء الوطني والاجماع الوطني من اجل ايجاد مؤتمر ينظم ويهيكل الثورة الجزائرية وهو ما كان في مؤتمر صماء الذي جمع القيادات الوطنية الاربع في ذلك الوقت باستثناء الوراس التي استدعيت لحضور المؤتمر لولا قضية تشهاد قائدها يعني سيموت عبد العيد عليه رحمة الله لكن المشاركة كانت مشاركة الداخل والخارج بكل الولايات في التحضير لهذا المؤتمر وابداء الرأي في قراراته وفي اموره نعم مستاذ لحسن زغيدي مؤتمر الصمام كما ذكرت انت في عدة مناسبات ويتحدث الباحثون انه مؤتمر الصمام كان قد اعطى الجغرافية الحالية للجزائر مؤتمر الصمام كان قد كرس لوحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الجزائري من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب مؤتمر الصمام استاذ زغيدي ايضاً كان قد وضع كما قلت الجغرافية الحالية وهي التي كانت شرطاً غير قابل للمناقشة بعد ذلك في مؤتمر ايفيان حدثنا عن ذلك استاذ لحسن زغيدي أولاً سيدتي يجب ان يعلم المشاهد الكريم ان مؤتمر الصمام هو تجديد حرفي لبيان او النوفمبر وتجديد عملي لما ورد في هذا البيان وهي وحدة الشعب الجزائري وحدة لا تتجزى وعن الجنسية الجزائرية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للحوار وغير قابلة للتداول وكذلك ايضاً الوحدة الجغرافية ولهذا حدد المؤتمر القواعد الاساسية للمفاوضات المستقبلية التي نص عليها بيان او النوفمبر في شروطها وزاد في تأكيدها المؤتمر الصمام على اولاً ان الوحدة الشعبية لان الاتعمار الترنسي كان منذ سنة 1848 وهو يحاول ويلعب على قضية تمزيق الوحدة الشعبية الجزائرية على اسس عرقية واسس ثقافية واسس جهوية الى غير ذلك من احساب التمزيق والتطريق وجاءت فترة الطورة فاراد ان يستعيد هذه الاطروحات ويبدأ يرن على وطرها الا ان مؤتمر الصمام بين تبييناً غير قابل للنقاش وغير قابل للحوام فيما يتعلق بوحدة الشعب الجزائري التي ارتقى بها الى الامة الجزائرية بمعنى انها تتوفر بهذا الشعب كل صفات الامة تماسكاً وترابطاً ووحدة وتعاوناً وتعاطفاً عبر التاريخ والجغرافية واللغة والدين والعادات للشعب الجزائري كذلك بينا ان هذه الوحدة لا تقف امامها كل العوائق التي يدعيها الاستعمار ويعمل على وطرها كذلك ارتقى بها الى الاخوة ونادى بالاخوة الجزائرية اي جعل الشعب الجزائري كله ضمن اسرة واحدة تسمى الجزائر والاخوة الاسرية تفوق الوحدة لان الاخوة الاسرية تبنى على الوحدة بالدرجة الاساس ولذلك في هذا المجال جعلها غير قابلة للتداول وجعلها من ضمن الاهداف الاساسية للثورة داخلياً ومن ضمن الركائز الاساسية لبناء الجمهورية المستقلة المستقبلية اما الوحدة الترابية فان مؤتمر سمان نص عليها لأول مرة في تاريخ الثورة التحريرية ليعطي فيها الفيصم النهائي الغير قابل لا للمشاورات ولا للتداول ولا للتقاويل ولا حتى لأي أدنى شك في حوار ولذلك نص أولاً في قضية المفاوضات أن هذه المفاوضات تكون أولاً على الوحدة الشعبية أي الجنسية الجزائرية لكل الجزائر ككل لا يتجزى ثانياً الوحدة الترابية الجغرافية الحالية بما فيها الصحراء الجزائرية هكذا نص مفاق الصمام بمعنى هذا التنبه الذي تنبه إليه رفاق عبدالرمضان عليه ورحمة الله وذلك يوم أن اكتشفت كرنسا البترول في حاسم سعود تنبه الصوار الجزائيون وقالت في الضورة على أن خاصة أن الصحابة الفرنسية وأكمن من المستمع والمشاهد الكريم على أن يعود إلى الصحابة الفرنسية في أبريل ستة وخمسين وسيرى كل الصحابة الفرنسية من لومون حتى الطريمات كلها تتناول قضية كلها تتناول قضية الاستقلال الاقتصادي الذي أصبحت عليه فرنسا وكأن السيادة الفرنسية كانت منقوصة وأكملها لهم حاسم سعود ولذلك رأوا في حاسم سعود أنه هو حاضر فرنسا وهو مستقبل فرنسا وهو ضامن استقلال فرنسا وهو الشاهد والضامن على السيادة الفرنسية المستقبلية نعم استاذ ريدا وعلموا بأنه سيأتي يوم الذي تساوم في فرنسا للوحدة الترابية وتدعي بأن الصحراء جزائرية ولذلك قسموا الوطن إلى ستة ولايات بدن خمسة وعذاف الولاية الصحراء ولاية كاملة غير موقوسة لا فرق بينها وبين الأولى والثالثة والرابعة والخامسة ولذلك هنا أيضا أعطو بهذا التقسيم الجديد الرائع تقسيم ما بين الولايات والمناطق وكذلك وضعوا لأول مرة تقسيما حدوديا إقليميا فيما بين الدول المجاورة للجزائر شرقا وغربا وجنوبا نعم نعم سيد أحسنزغيدي ما هي أهمية اليوم أن يتحصن الجزائريون بتاريخنا المشترك بهذا التاريخ العظيم الذي كتبه أبناء الجزائر من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها ما هي أهمية أن نتمسك بهذه الثوابت التي وردناها عن الأجداد عن المجاهدين وعن شهداء الجزائر أن نتمسك بوحدة الوطن وأن نبقى نخلق ونبني جدارا مرصوصا في وجه كل من يحاول أن ينتهج سياسة فرقة تسد بين أبناء الوطن الواحد تفضل أولا يجب أن يعلم الجانب الإقليمي أولا بأن الجزائر في موقعها الجيوستراتيجي تشكل القلب والرأس القلب بالنسبة للشمال الإفريقي والرأس بالنسبة لشمال القارة الإفريقية ككل والإنسان أو الجسم الكائن الحي لا يموت إلا إذا ضرب في القلب وضرب في الرأس ولذلك أمن الجزائر واستقرار الجزائر فهو يضمن أو الضامن الأساس لأمن الجناحين ولأمن الجسد ككل وهي القارة الإفريقية ولهذا أي مساح بالجانب الأمني الجزائري من الجانب الخارجي سواء كان من الجانب الغربي كبيدق في يد مؤامرات استعمارية فرنكو صهيونية من أجل ضرب الاستقرار بالشمال وفي القارة الإفريقية انتقاما من وحدة القارة الإفريقية في تضامنها ووراء قيادة الجزائر هذه النقطة الأولى نقطة ثانية أن الثورة الجزائرية لم تنجح إلا بالوحدة الوطنية هذه الوحدة التي شرع فيها قادت الحركة الوطنية بجناحيها الوطن الاستقلالي والإصلاحي منذ 1927 إلى غاية 1954 ربوا في هذه الفترة حوالي 30 سنة جيلا متماسكا متضامنا متوحدا موحدا فكرا عقيدة جسدا قدم حياته من أجل أن تحي هذه الأرض فابن الشمال استشهد في الجنوب وابن الشرق استشهد في الغرب وابن الغرب استشهد في كلا المناطق وابن الجنوب استشهد في كلا المناطق لا توجد مقبرة في أي مكان في تراب الجزائر في أي دشرة أو قرية أو مدينة لا تجمع الخريطة البشرية الجزائرية هذا دليل على أن وحدتنا هي وحدة أبدية خالدة خلود هذا العالم وهذا الوطن إن شاء الله شكرا جزيلا لك ولذلك سيدتي أن المساس اليوم والتلاعب اليوم بأي ما يمس هذه يعتبر مس بثوابت الثورة شكرا جزيلا لك الأستاذ زغيدي محمد الحسن الباحث في التاريخ كنت معنا على المباشر عبر الهاتف نشكرك شكرا جزيلا لك